في عنوين النشرة قتيبة الساطم انتحاري الحارة بشهادة ثبوتية ووالده يقول إن ميوله متطرفة عشائي روادي خالد يحملون حزب الله المسؤولية كيف لفتك قتيبة أن يتحرك بحرية بالسيارة مفخخة تأخذ مربع أمني لحزب الله مجهولة منه تماما شاهدوا ما قبل التفجير سألوني عن مركز المكتب السياسي للحزب طلع من الشباك مدراسه قال لي عم عم بشكل متلبك وقال لي المكتب السياسي وين مسار الشيروكي يكشف خيوطا وارتباطات عبد الباصط أمون من مشاريع بأرض السورية يعني هاني من أربعة تشعر منه موجود هاني مجد السلم تشيع الملاك وخالتها وأصدقاء خضراء ودعوه بالورد تأكيد هوية الماجد ووضعه الصحي لا يسمح بالتحقيق مقتل أمير داعش في الرمادي وفي النشرة نور الشريف للبنانيين طلبت من الشعب اللبناني ينسى كل الطائرات وكل الأحزاب تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها بعد قليل موسيقى 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 مساء الخير في أقل من نهار واحد كان التفجير قد وقع ظهرت أشلاء الانتحاري تأكد وجوده في السيارة أثناء التفجير عثر على إخراج قيده في صباح اليوم التالي وكشف عن هويته الكاملة أبو قتيب الصاطم ابن وادي خالد ذو الاتجاه المناصر للقتال في سوريا إلى جانب المسلحين الذي كان قبل شهرين يعد نفسه للتفجير كما تبين تحقيقات أجراها الجيش وأبو قطيبة أو أبو السائب يظهر على الفيسبوك بشعار الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش لكن سيرته الذاتية من محيطه تقول إنه شاب جامعي خلوق سعى غير مرة للالتحاق بالمقاتلين في سوريا وله ابن عم سبقه إلى الجهاد هناك ما جمع عن قتيب الصاطم يؤكد رغبته الذاتية في التفجير انتحارا وكونه انتحاريا مهذبا فذلك ميزة لن تغير في الواقع الدموي شيئا لأن الموت واحد والضحايا التي سقطت في هذا العمل الإجرامي ما عادت على قيد التمييز بين خلوق وابن شارع خياره الانتحار وصورته تدل على انتمائه الداعشي فلماذا أدل والده بتصريحات اتهم فيها حزب الله بخطف قتيبة فمن الإفادات المأخوذة عن الوالد أنه حاول ثني قتيبة عن التوجه إلى سوريا وسعى لإشغاله في أمور أخرى كالعمل لديه في محل بيع الألبسة وأوصى أبناء عرسال بإعادة ابنه إذا ما عثروا عليه بعد اختفائه فبأي تفاصيل يتلهى محللو القوة الزرقاء الضاربة بصورة إخراج قيد لم تحترق بوزن العبوة الخفيف لعل عقولا أخف لم تقرأ مسار الحركات الإسلامية المتطرفة التي يصف بعضها بعضا من الأنبار إلى سوريا وترتفع قرقاعة الصيوف بين المتطرفين السنة أنفسهم اليوم أعلن مقتل أمير داعش في الرمادي عبد الرحمن البغدادي والمعارك أصبحت بين النصرى والدولة الإسلامية في العراق والشام والجبهة الإسلامية حيث أفتى تنظيم داعش بإهدار دم كل عنصر ينتمي إلى الجبهة وحذر جيش الإسلام والجيش الحر ولواء التوحيد من القصاص والقتل كلها تصفيات ما قبل جناف وما زال المستقبل وزعيمه سعد الحريري في عالم آخر لن يرى فيه إلا وجود حزب الله في سوريا فإذا كان كل من النصرة والجبهة الإسلامية ولواء التوحيد هم كفر بالنسبة إلى الفكر الداعشي فأي تصنيف ستعطيه داعش غدا إلى تيار المستقبل لا مستقبل للبنان إذا بقي على تطرفه السياسي ولم يستوعب بعد أن الإرهاب أصبح عدوا مشتركا للجميع حزب الله سلم كاميرات المراقبة إلى الجيش اللبناني وقبل قليل عرضت قناة المنار مشاهد التفجير المأخوذة من هذه الكاميرات شكرا للمشاهدة إذا تابعنا حسب كاميرات المراقبة التي سلمها حزب الله للجيش اللبناني مسار لجراند شيروكي حيث سارت في الشارع حتى لحظة انفجارها إذن هذا ما أظهرته كاميرات المراقبة التي كانت متواجدة في المكان عن مسار سيارة الجراند شيروكي والانتحارية الذي كان يقودها حتى لحظة انفجارها قتيب الساطم اللبناني الجنسية هو من نفذ تفجير حارة حريك والتحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعده في العملية وحزب الله يسلم كاميرات المراقبة إلى الجيش اللبناني تقرير رامز القاضي لعلها أسرع عملية انتحارية يجري التعرف إلى منفذها بعد أقل من ساعات فقط لم تمضي 24 ساعة حتى كانت هوية السائق لجراند شيروكي التي فجرت في الشارع العريض في الضاحية الجنوبية معروفة هو قطيب محمد الساطم من موليد حنيدر في عكار وذلك بحسب إخراج قيده الذي وجد في الطبقة الثامنة من مبنى كازمة إلى جانب بعض أشلائه الأجهزة الأمنية قارنت بين صورة الساطم وملامح وجه الانتحاري المفترض في مستشفى بهمن وكل المعلومات تشير إلى أنه الشخص عينه ولكن الإعلان الرسمي ينتظر فخوص الحمض النووي والد ساطم محمد وهو إمام مسجد أدل بإفادته في استخبارات الشمال وقال أنه فقد الاتصال بولده منذ 30 من كانون الأول الفائت وفي معلومات الجديد أن الشاب كان قبل ذلك يقاتل في سوريا إلى جانب المعارضة السورية الأجهزة الأمنية تعمل أيضا لتفريغ كاميرات المراقبة لرصد حركة السيارة في الضاحية الجديد التقت أحد الشهود الأحياء في المكان الذي شهد الانتحاري قبل لحظات من تفجير السيارة هذا الشهد فضل البقاء بعيدا من الإعلام مقدما رواية جديدة عن وجود شخصين داخل السيارة كنت بهذا المحال بيشتري رموت كونترول لرسيفر الساعة 2.30 إلى 5 تقريبا ظهرت من المحل ونزلت على الدرجة هيدا بس وصلت لتحت سيارة دي غري شكت يعني فضية لن فضية أو جيب أو أنه مش سيارة عادية يعني سيارة عالية فيها شابين ففي شاب دي غري طلع من الشباك يعني مدراسة وقال لي عم عم يعني بشكل متلبك يعني وقال لي المكتب السياسي وين مجل السياسي لحزب المكتب السياسي للحزب أنا شو اسمها تفكرت أنه مكتب السيد محمد حسين قلت له مكتب السيد محمد حسين فقال لي إيه فسأله رفيقه هو قال له إيه المهم قلت له أني بطرع على اليمين وصار وراء بعيد هلأ وأني مشيت طرحت على السيارة طول كانوا عم يسألوني بشكل متوتر يعني مش إنه سؤال عادي بسريع يعني كان سؤاله وأني هيدا اللي شكيت بالأمر لما طلع التفجير فقلتني ممكن هؤلين علاقة بالتفجير هذا المكان هنا حيث أقف كلارا جرى كانت كان اللحظات الأخيرة للسيارة الأدلة الجنائية قالت أنه من خلال يعني عدم وجود حفرة كبيرة وفقط هذه الإشارات يعني وهذا التفتت للزفت بشكل بشكل جزئي هو يدل على أن يعني المتفجرات كانت موضوعة في الباب باب السائق 10 كيلو جرامات من المتفجرات والباب الآخر إلى جانب السائق وضعت 10 كيلو جرامات من المتفجرات وجرى تفجيرها هنا القوى الأمنية تعمل على فرضيتين إما الانتحاري وهو ما بته يعني من شبه المؤكد بحسب المعلومات لدى الأجهزة الأمنية هو قطيبة محمد الساطم قام إما بتفجيرها وإما فجرت عن بعد من خلال سيارة أخرى أو شخص آخر كان يرصد هذه السيارة نظرا لحصول ربما عطل تقني أو كما تعمل القوى الأمنية عليها نظرا لعدم انكشاف هوية الانتحار الذي فجر نفسه بحسب خبراء المتفجرات فإن أبرز الأسباب التي حالت دون وقوع خسارة أكبر انطلاقا من موجة صدم الانفجار أو الشوك ويف أن سيارة لغراند عالية على الأرض حشوة العبوة هي ممددة وبالتالي تخفف من الفعالية أما الشارع فهو مفتوح ما خفف من صدم التفجير وبحسب باقي المعلومات فإن زنة العبوة كانت قليلا نسبيا مقارنة بمثيلاتها في التفجيرات السابقة وذلك بسبب توجس المنفذين من التفتيش فجر توزيعها على الأبواب ولم توضع في الصندوق ولا في مكان آخر من السيارة وتفيد المعلومات أيضا إلى تعزيز فرضية أن تكون السيارة قد فجرت عن بعد أن السطم لم يكن مرتديا حزاما ناسفا من مكان انفجار حارة حريك رمز القاضي قناة الجديد استنكر أهالي وعشائر ودي خالد التفجير الذي استهدف الضحية الجنوبية في بيروت مؤكدين إعلامهم الأجهزة الأمنية باختفاء ابنهم منذ الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي نحن أهالي وعشائر ودي خالد نستنكر هذا الانفجار الذي طال الضحية الجنوبية كما أننا نؤكد أن تقاربت ودي خالد ليست دموية بل تقاربت اعتدال وتسامح وتعايش سلمي كما أننا نحن أهالي الضحية نستنكر جريمة النكراء وقد أعلمنا الأجهزة الأمنية باختفاء قطيب الساطم من 12-12-2013 ونؤكد بأن ولدنا لم يكن يمنتمي لأي جهة حسبية أو تينية فهو شخص ما تتنسلوكياتي هو يطالب جامعيه بسنة الفانية ويجتعد للسفر إلى فرنسا لمتابة تسليلها العلمية لذلك نحن نطالب القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بالتحقيق العادل والشفاف ليصار إلى تبعان الحقيقة الكاملة ملاحظة أن الفتاق قطيب الساطم لا يجيد قيادة السيارات وكما نتساءل نحن عن وجود هويته دون أن تتأذى في جسد المتفحلة وهل يعقل أن يحمل أرهابي هويته في جيبه كيف لفتك قطيب أن يتحرك بحرية بالسيارة مفخخة داخل مربع أمني لحزب الله مجهولة منه تماما من هو قطيب محمد الساطم تحقيق رشال كرم قطيب محمد الساطم المتهم بأنه الانتحاري الذي فجر نفسه في سيارة لغرانش روكي أو على الأقل الذي قاد السيارة إذ يبقى التأكيد رهن نتائج فحوص الديان اي التي أخذتها مديرية الجيش من والدته لقطع الشك باليقين من هو وما هو توشوه الفكري بدأ التفتيش عن قطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف عن شكله من خلال إخراج القيد الذي عثر عليه في مكان التفجير ومن صفحة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر وصلنا إلى حساب اسمه أبو السائب وهو أحد صحابة الرسول محمد عثمان بن مضعون ليتبين أنه حساب قطيب وسورته هي ملصق للدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وقطب عليها فاعلم أن لا إله إلا الله الولاء والبراء نشرها في الثامن عشر من كنون الأول أي قبل أسبوعين من انفجار حر تحريك ودون قطيب تفاصيل عنه ذاكرا أنه من عكار ودي خالد يعمل في أحب الأعمال إلى الله يدرس في جامعة الألأيو جامعة لبنانية الدولية ويعيش في ودي خالد عكار ولدى تفاحصنا صوره طابقت الصور أيضا تلك التي كانت معنا وبدى ذلك أيضا واضحا في صوره على الثلج من خلال القبعة الشتوية فضلا عن ملامح وجهه ومن الجمل القليل التي كتبها قطيب على حسابه توضح توشهه قالوا أنت مسلم أجبتهم مسلم سني قالوا سني أجبتهم سني سلفي قالوا سلفي أجبتهم سلفي جهادي قالوا جهادي أجبتهم جهادي إرهابي قاعدي تفجيري استشهادي اقتحامي انغمسي شيوخ من لادن والظواهر والزرقاوي والجولاني والعولقي والبغدادي والمقدسي وموتوا بغيذكم أيها العلمانيون المائعون أما المعلومات الأمنية للجديد فأكدت أن قطيبة محمد الصاطم من موليد عام 1994 رقم سجله 436 ودي خالد كان طالبا يدرس الهندسة في معهد أبو سمرى طرابلس منذ نحو الشهر نقله والده من طرابلس وسجله في مهنية الشيخ عبدالله المحمد الملقب الادويك في وادي خالد اختصاص معلوماتية بسبب خوفه عليه من بعض الأجواء المتشددة في المهنية كان والده يحرص على أن يكون معه دائما في محله لبيع الألبس الجاهزة كي لا يختلط بأشخاص مشتبه في سمعتهم حاول قطيبة مرة عدة المغادرة للقتال في سوريا ولم ينجح وقد شهد آخر مرة في الأول من كانون الثاني من هذا العام ثم توارى عن الأنظار ومن خوف الوالد على ابنه طلب والده من أفراد من عرسال توقيفه وإعادته إلى منزله في حال عثروا عليه وأبلغ وليده مخفر درك وادي خالد عند الساعة الثانية من ظهر الخميس عن اختفاء ابنه وتابعت المعلومات الأمنية أن ابن عام قطيبة المدعو محمد أحمد الصاطم والدته شيحة من موليد عام ثمانية وثمانين رقم استجل أربعمية خمسة وثلاثين وادي خالد سلفي النهج وهو في منطقة يبرود السورية حيث يقاتل إلى جانب المعارضة أما والد قطيبة وفور ظهور إخراج قيد نجله على الإعلام في موقع التفجير توجه بنفسه إلى مقر استخبارات الجيش في وادي خالد لينقل بعدها إلى ترابلس الإدلاء بإفادته ومنها إلى وزارة الدفاع وخلال التحقيق معه تم التركيز على الإزدواجية في كلام الوالد الذي ذكر بداية أنه بلغ مخفر وادي خالد فقدانه ابنه في الثامن والعشرين من كنون الأول ليعود اليوم ويقول أن حزب الله هو من خطفه على حاجز له في البقاع خلال تواشوه إلى عرسال ولدى تكرار المحققين السؤال عن هذا التفصيل بالذات كان السقود جواب الوالد في غالبية الأحيان وفي خلال التحقيقات مع موقوف إسلامي لدى استخبارات الجيش ذكر منذ شهرين أن شخصا يدعى قطيبة يجري إعداده لتنفيذ عملية انتحارية من دون الإدلاء بمعلومات إضافية وفي خلال اتصالنا بأحد المسؤولين السلافيين في منطقة وادي خالد وصف لنا محمد بأنه شاب خلوق ومهذب وراسه مش راس المتفجرات لكن المصدر السلافي ذكر لنا حرفيا أن قطيبة شاب غيور على طائفته رشال كرم قناة الجديد وزير الداخلية يعين مكان التفجير إلى جانب المسؤول الأمني في حزب الله وفي قصفة فكيف بدى المشهد في الضاحية تقرير للزميل رامز القاضي المشهد في الشارع العريض في الضاحية الجنوبية بقي مشهدا اعتياديا ومكررا عن تفجيرات سابقة هنا وفي غير منطقة المحققون يرفعون ما يجدونه من معطيات وأدلة قد تساعد في التحقيقات الجيش يقفل الطريقة ويمنع الدخول إلا لمن له عمل أنقاض السيارات تستقطب أنظار من جاءوا يستطلعون المكان بدافع الفضول أو من من لديهم أقرباء في المنطقة سكان المباني والمحال سمح لهم بعد الفراغ من رفع الأدلة بالدخول واجدياز هذا الخط الأصفر للإطلاع على الأضرار التي لاحقت بمنازلهم كنا بالمجلس الثاني بيني بيني كزمة الطابق الثالث وبعدنا حسنا قبنا عن الكنابيات وطلعت الدخن إلى جوه ونزلنا كله أحد يركض يفقد أولاده نجرح معنا الشاب اللي كان عملي قراء أحمد حويل ومعرف فيه ستاني كمان شفت دم أنا فكت عمت عمية وكان جوزي على ثواني كان بده يطلع على البلكون ويشرف سيجارة قلت له خليك بالقودة خليك معنا سبحان الله يعني هاي دي من الله زدتني على الصالون بس معت أشعت أنا من الهوى والغبرة والهايدا معت شفت شي يعني شو بدنا نقول شو بدنا نقول فيه أكتر من هيك الله لا يوفق اللي كلهم هولي السبب اللي عملوا فينا هيك هادي هادي ضريبتنا ضريبة الولاد الصغار اللي بحياتهم ما كانوا بيعرفوا شو في انفجاراته شو في درب بس الحمد لله الحمد لله اللي ما حدا صر له شي يدفعك هذا شي تخافي على أولادك أنا أنا تقول لك شغلة أنا هلأ بعدني عم فكر ضب غرادة وروح سافر أنا سافر أنا أولادي لأنه أنا معت أتحمل خي جاي من أمريكا بدي يأشوي سافر لأنه هايدي بلد ما عد ينسكن فيه نحنا كل مواطن بيقول بدوا إيواء نحنا جاهزين فورا هذا أوامر من رئيس الحكومة وحتى وزارة المدية وفي معناها بتنسيق لهم وزير الداخلية مروان شاربل يرافقه رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفي اقصفة تفقد المكان معتبرا أن هذا العمل الإجرامي يستهدف المواطنين الأبرياء داعيا إلى خطاب الهدف بقى منتمنى أنه بأسرع وقت ممكن أنه عقل الرحمن يركب براسنا ونقعد على طاولة ونسلم على بعضنا ونتحاور مع بعضنا هل مطلوب فقط خطاب سياسي منخفض أم إجراءات أيضا أمنية تتخذ الخطاب السياسي المنخفض بيساعد الأمنيين وانت بتعرف أنه الأمن أمن سياسي قبل ما يكون أمن إجرائي بيساعدنا لدينا واجبات نحن بس بالمقابل كمان بنتطلب من السياسيين يساعدونا مثل ما عم بيشتغلوا ما عم بيقدروا يساعدونا مع الوزير كان فيه سرعة بالوصول إلى خيوط تقريبا أساسية بهالجريمة هل هو المرة بشوف فيه وقاحة وقاحة هايك بسيارة جاي بكامل هويتها وما فرقيني معه اللي جاي كأنه آخر هم عنده بهالموضوع عكل حال هايدي ربا ضارة النافعة قدرنا نعرف بأسرع وقت ممكن منين إجت وكيف إجت المقابل اختطف بثلاثين الشهر راع على فصيلة الإقبيات ادعى أنه بيه أنه ابنه اختفى بدوره أشار النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود إلى وجود خيوط على صلة بموضوع التفجير في حالة حريك يجري العمل عليها ما فينا نحدد هوية أي شخص في عنا خيوط ينشغل عليها ممكن هذه الخيوط توصلنا لأي نتيجة قوة المتفجرة ممكن تكون بحوالي 30 كيلو جرام بس التحييات مع والد يعني محمد الساطم والد خطايبس عم ينشغل بالتحقيق ما فينا نعطي أي معلومات أكتر من هلا بس لأنه انبت اسمه على الهوى هذا موضوع التحييي هذا موضوع التحييي هلا ما فينا نعطي أي تفاصيل بس في عنا خيوط عم ينشغل عليها المشهد لم يبقى عتياديا إلى وقت طويل فعند ساعات الظهر رفعت آليات بلدية حارة حريك الأنقاض بعد فراغ الأجهزة الأمنية من عملها ليصبح الشارع العريض في الضاحية الجنوبية مكان التفجير سابقا لم يبقى في المشهد إلا صور تشهد على الموت العبثي والصور الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحزن يلف عائلات ضحايا تفجير حارة حريك تقرير جاد غصن بكت حارة حريك دمعتين ووردة حملت إلى موقع الدمار العظيم رفاق علي خضرة ومدرساته حملوا الورد ونثروه أينما كان لتبقى واحدة منها خصصت لدراجة علي التي رافقته في رحلته ما قبل الأخيرة كان إنسان خلوق كثير لا يمكننا أن نقول بهاي اللحظات إلا رحمة الله الشهيد اللي كان مثل بيشبه الوردة منزل علي زينا بصوره ودموع والد سلم أمر القاتلين إلى الله بعد جاء واصل من المدرسة نزل جيبارات وطالع بس جايب دولة يده بس شكتر من هاي راح الصيدلين عرفتوا فيه مؤخراً بالله مؤخراً ما أنا دورت على لقيت المسك المحروق من هك عرفت أنه فيه جداً مفؤودي هل عندك شي بحطور المنفذين حين جرائم لأي شي بحطور الله يسلع العالم أكتمنك معاش مقدانا أكتمنك أطفال جباب زياب عمر 17 سنة أكتمنك 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 اللي أسس له قبل 30 و40 سنة هلأ ينفق عليه المليارات وللأسف في بعض الناس بلبنان مش رايدين يعترفوا بعد عاطف برود صديق علي آخر من كلمه عبر الواتساب قبل أن ينقطع إرسال الحياة إلى منزل الشهيد عدنان عوالي حيث الحزن هو الحزن والنقمة هي النقمة هلأ التفجير مقصود فيه بكل صراحة جمهور حزب الله جمهور حزب الله لو بيضلوا نفجروا من هلأ لأيقر الدني ما يروح بدوا يضل مع حزب الله وبيضل حاطفة السيد حاسب فوق راس علم المكتب سفريات يعني هو بالشغل هونيك وسعب الدوام وبيخلص من الأربع لأربع عشر عن نفس توقيت الانفجار اللي يطلع فيه زي من الوقت العبوي مع نازلته من المكتب أربع أربع وعشر وميري من هونيك وصار الانفجار للي فجر بدي أقوله نحن فخورين بالشهادة مش خايفنين ومش زعلنين وبي أقوله أنتم جرثوما يجب القضاء عليها وسنقضي عليكم واحد تلو الآخر هي كأمهات الشهداء كافة أجمل الأمهات انتظرت ابنها ظهيرة يوم فعاد مستشهدا إن شاء الله بيصيبوهم بقلوبهم إن شاء الله زلازيل بتتزلزل فيهم مش انفجارات زلازيل بتتزلزل فيهم إن شاء الله ما بيضل ولا واحد منهم كل واحد بيئذي إنسان إن شاء الله إذا بيتقطعوا وفي حين يشيعوا كل من جثماني علي وعدنان ظهر السبت شيعة مجد السلم الجنوبية الشهدتين إيمان حجازي وملاك زهوي وسط حشد مهيب فيما الرسالة تبقى واضحة برفض أهالي الشهداء الإنزواء في ثياب الحداد جدغصن قناة الجديد والآن تنضم إلينا مباشرة من حار تحريك الزميلة هيفة زعيتة للإطلاع على آخر المستجدات هيفة بعد أكثر من 24 ساعة بقليل على حصول الانفجار كيف تبدو ساحة الجريمة في هذه الأثناء مساء الخير جورج في الواقع بعد ساعة طويلة من هذا النهار ولملمة آثار الجريمة التي حصلت بالأمس يبدو موقع التفجير في هذه الأثناء هادئة إذ أنهت بلدية حار تحريك قبل ساعتين تقريبا لملمة الردميات التي كانت موجودة في الشارع الذي يبدو في هذه الأثناء أمامنا أما بعد إنهائها لملمة الردميات من الشارع فقد طلبت من الأهالي أهالي المباني المتضررة تحديدا وهي من خمسة إلى ستة مباني المحيطة بموقع التفجير طلبت من الأهالي أن يلقوا غدا ما لديهم من ردميات وأثار في منازلهم كي يعمد عناصرها إلى تنظيف المكان مرة أخرى غدا غدا أيضا وأيضا تقوم البلدية بالكشف على البناء التحتية في المكان وكذلك عمدت اليوم إلى تثبيت مصابيح الإينار وتركيب لمبات جديدة كانت قد تضررت هذا في إطار عمل البلدية على إعادة تأهيل المكان أما فيما يخص الأضرار جورج المتعلقة بالسيارات فقد أزيلت إلى حد كبير منها وهي كانت حوالي ستين ست سيارة يبقى في هذه الأثناء حوالي تسع سيارات في المكان ينتظر أصحابها أن يجرأ المسح النهائي غدا وحيث تأتي عفوا بعد غد حيث تأتي الهيئة العليا الإغاثة يوم الأحد لتكشف وتأخذ المستندات المطلوبة لتسليم السيارات لأصحابها والتعويض عليهم شكرا لك إذن هيفا زعيتي كنت معنا مباشرة من موقع الانفجار الجرحة في المستشفيات تتمثلون للشفاء دمنا على الطالد نحن بيتنا على السيديس عمنا عميقره مجلس عمنا نسمع على المجلس صار بنص المجلس ما شفتنا أن الانفجار طلع علينا لجو طلعنا على بيتنا شفاء دي بلادي فوق دي تصقر عنه طلعنا طلع فوق على العزم اللي عدنا نشوف على البيق باشي طلعنا لفها والحمد لله لأيضا كلنا بنيحوا بخير والحمد لله أنا بخدم بالدفاع مدني عمليات حرط حراك لما سمعنا صوت الانفجار توجهنا بالإطفائيات على مكان الانفجار ونحن عم نساعد العالم ونأنقذ العالم عم بسحب واحدة من السيارة بتفقع السيارة اللي عم مشيط مننا الضحية وطلت وقعت على الأرض والعالم بيتتاكلنا العمل اللي إلنا شفت أنتوا على التلفزيون أنه بدأ نشتغل ما قادر نشتغل لازم بس صير فيك شيء ما حدا يقرب يعني أكيد يعني يا رجال الأمن أو الأطفاء أو الإسعافين بالدم والنار طبعت ذاكرة هؤلاء الجرحة في شأن تفجير بئر العبد هؤلاء من بين الجرحة الاثنين عشر المتبقين في مستشفيي بهما والرسول الأعظم من أصل سبعة وسبعين جريحا أصيبوا في التفجير حال معظمهم مستقرة ويستعدون للمغادرة بين دقيقة وأخرى فيما يبقى ثلاثة جرحة بحال حرجة أحدهم الزميل عباس كرنيب الذي يقضع لعملية دقيقة في الرأس وإن كان لأهالي الجرحة تعزية ببقاء ذويهم أحياء فنار أهالي الشهداء لن تتحول رمادا في جروح خطت أثارها في القلب قبل الجسد فحوص الحمض النووي تؤكد هوية زعيم كتائب عبدالله عزام ماجد الماجد وإيران ستشارك في استجوابه بعد أسبوع على توقيف زعيم كتائب عبدالله عزام أحد قادة تنظيم القاعدة في المنطقة السعودي ماجد الماجد أكدت نتائج فحص الحمض النووي هويته بعدما تطابقت وحمض أحد أنسبائه وذلك بحسب ما أعلن الجيش اللبناني وقد أفاد مصدر طبي ومسؤول متابع لملف التحقيق أن الماجد يحتجز تحت حراسة مشددة في المستشفى العسكري بسبب حاله الصحية المتدهورة المتمثلة في فشل في الكلة يعوق قدرته على الكلام ما يؤخر استجوابه وفي هذا الصياق لفتت مصادر أمنية وقضائية إلى أن الماجد سيسلم إلى الدولة الموقعة مع لبنان اتفاقية تبادل المجرمين لكن بعد أن يمضي محكميته في لبنان لارتكابه جرائم على الأراضي اللبنانية مشيرة إلى أنه سيصار للاستجابة لطلبات المشاركة في التحقيق مع الماجد من الدول التي تطالب به أي السعودية وإيران والولايات المتحدة وفي وقت أشارت معلومات إلى أن السعودية رفضت طلب إيران المشاركة في التحقيق الذي يجريه لبنان مع الموقوف الماجد لكونه مواطنا سعوديا أشار وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى أن وفدا إيرانيا سيتتوجه قريبا إلى لبنان للتعاون في مسار التحقيق مع المطلوب الأول في قضية التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف مبنى السفارة الإيرانية ولتقرروا أنتم لغة الخطاب المستقبلية بينكم وبين أهل السنة والطوائف المتضررة من إجرام كباركم وممثليكم الدينيين والسياسيين وكانت الجديد قد عرضت في اليوم الأول من السنة تقريرا تناول عملية توقيفه التي جرت بسرية تامة قرب وزارة الدفاع في بعبدة بعد خروج الماجد من المستشفى متوجها إلى عرسال وفي هذا الإطار كشفت صحيفة الأخبار أنه حين علم أن الماجد نقل إلى أحد مستشفيات بيروت من جراء فشل في الكلة ألفت خلية خاصة في مديرية الاستخبارات وتولى فريق مختص إحصاء كل من دخل مستشفيات لبنان أو لا يزال فيها لمعالجة أمراض الكلة وعثر على شخصين غير لبنانيين أحدهما مواطن عربي جرت تثبت من هويته في أوتال جو والآخر مجهول في مستشفى المقاصد وفي وقت لاحق أرسل رجل أمن إلى المستشفى وجرى استغلال لحظة نوم الماجد لالتقاط صور له جرت مطابقتها مع صور للماجد وبعد ظهر الخميس في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي قرر الطبيب أن في إمكان الماجد المغادرة وبعد مغادرته محيط بيروت الإدارية كانت وحدة خاصة من الجيش قد نصبت كمينا من بضع آليات في منطقة الجمهور اعترض سيارة الإسعاف وسارع عناصر الاستخبارات إلى توقيف الماجد ومرافقه الذي لم يقدم أي معلومات جديدة في التحقيقات حتى الآن ويذكر أن الجيش اللبناني يلاحق الماجد منذ فترة وهو مطلوب في السعودية بتهمة انتمائه إلى تنظيم القاعدة وفي الولايات المتحدة والأردن ومصر جددت وزارة الخارجية الإماراتية الطلب من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان ودعت الموجودين فيه إلى المغادرة فورا وأصدر وكيل وزارة الخارجية عبدالله بن محمد بن بطي الحامد بيانا أهاب فيه بمواطني الإمارات من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية إلى عدم السفر في الوقت الحاضر إلى لبنان في ظل الأحداث والأوضاع الأمنية المضطربة التي يمر بها حاليا وقال إن على مواطني الدولة الموجودين حاليا في لبنان المغادرة فورا والتنسيق والتواصل مع سفارة الدولة في بيروت لتسهيل عملية المغادرة الشاب علي محمد أرقدان الذي جرى تداول صوره على أنه انتحاري حارة حريك حي يرزق في صيدة تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للشاب علي محمد أرقدان البالغ 28 عاما من مدينة صيدة مؤكدة أنه الانتحاري المتهم بتفجير حارة حريك لكن تبين لاحقا أن الشاب أرقدان حي يرزق وهو طالب في الجامعة اللبنانية الدولية في صيدة سنة ثالثة إعلام قناة الجديد التقت أرقدان الذي عبر عن استنكاره لظهور صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء الصور مأخودي من عندي من صفحتي على الفيسبوك وممكن أي حدا يشوفها لكن أنا أظن أن الفكرة ليست قصة مبارح من قصة مبارح أو ولت مبارح الفكرة تمتد لبعض التفجير الذي حدث في السفارة الإيرانية بعضها بيوم أنا نزلت بوست أنا عادي كأعلامي يعني كفوتوغرافير عادي نزلت على صفحتي على الفيسبوك أنشودة عادي يعني ما فيها شي بس أخدت رهجة يمكن لأنه من اسمها اسمها أودعكم على هيد الكلمة أخدوها أنه زي أنه بدي فجر حالي أو عندي هيدا أنه الفكر المتطرف يعني اللي دايما بحطوه بلزقوه بشباب من صيدة يعني ما معرف إنه وبعض اللي تتابع هيدا الموضوع لحتى يعني ينحكى تحت الهواء إذا فينا نقول بعلى الفيسبوك إنه عمتين مدى تفجر حالك ومش عارف شو هيدا يعني الحكي البلا طعمي يمكن أنا غلطت بهذه الكلمة بس إنه عادي يعني هيدا مساها حرة لأيلي على الفيسبوك هاي الشغلة الشغلة الثانية قبل بأسبوع من تفجير حارة حراك بيتصلوا فيي من المعلومات ومعلومات الأمن العام وبيقلوا لي أنه بيسألونا عدة أسئلة شو اسمها كونساكن شو بالنسبة للكلمة اللي حطتها على الفيسبوك قلت له أنه هي مجرد كلمة وأخذت رهجة أكتر من حجمه بكتير وما كان أصلي شيء يعني مجرد عادي أنشودي وحطيتها وكان أرقدان قد تلقى اتصالات من عدد من أقربائه وأصدقائه ومن بعض الأجهزة الأمنية للتثبت من عدم صحة الخبر الذي جرى تنقله أهالي ضحايا تفجيري بئر حسن يطالبون بمحاسبة ماجد الماجد في لبنان في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي نفذ التفجيران الآثمان أمام مبنى السفارة الإيرانية الذين أوقعا أكثر من مائة وسبعة وسبعين شخصا بين شهيد وجريح حينها تبنت كتائب عبدالله عزام المسؤولية عن التفجيرين واليوم بعد توقيف زعيم هذه الكتائب ماجد الماجد عقد أهالي الضحايا مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحفة في بئر حسن لتأكيد مطالبهم بصفتنا أولياء دماء الشهداء والجرح اللبنانيين جراء التفجير الآثم نطالب الرؤساء الثلاثة والحكومة مجتمعة لا سيما وزارة العدل والأجهزة القضائية المختصة وكل من يتحمل مسؤولية تجاه هذه القضية أن تيري محاكمة هذا المجرم السعودي في لبنان ونؤكد على ذلك أن تيري محاكمة هذا المجرم السعودي في لبنان على الأرض اللبنانية حيث ارتجب جرائمه المخزية وأن لا يعمل على تسليمه لأي جهة خارجية كانت تحت أي عنوان أو تبرير ووعد الأهالي بمتابعة التحرك للقاء الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش وبرفع دعاوى بحق المجرم ومن يظهره التحقيق حتى يصل الملف إلى خواتمه السفير الإيراني غضان فارق أبادي يؤكد أن كل العمليات الإرهابية التي تضرب لبنان تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي رأى السفير الإيراني في لبنان غضان فارق أبادي عقب زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كل العمليات الإرهابية التي تستهدف لبنان منذ أشهر تقف وراءها جهة واحدة هي التي تخطط وتتابع وتنفذ هذه الأمليات الإرهابية منذ عدة أشهر على الأراضي اللبنانية في الحقيقة تطابع وتخطط من جانب الجهة الواحدة وكما أكدنا نحن كالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن كل هذه الأحداث من تفجير بالرويس وبالبيرو العبد وبالظاهية البارحة وببسط بيروت باغتيال الشحيد محمد شطة وتفجيرات بترابلس كل هذه الأمليات الإرهابية بالنهاية تصوب في مصلحة الأدوى السهيوني وجيهة واحدة وراء كل هذه الأمليات وزار أبادي نائب رئيس المجلس الإسلامي الشعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان معزيا بشهداء التفجير الإرهابي في حارة حريك وأكد قبلان أن مرتكبي التفجير الإرهابي والمخططين له هم من حثلة البشر ومن أصحاب النفوس السيئة البعيدين كل البعد عن الأديان السماوية والإنسانية وطلب السياسيين بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وإنقاذ الوطن من المخاطر التي تتهدده والعمل بصدق وإخلاص المحافظة على الإنسان وحفظ أمنه وسلامته والاستقراره طالب الممثل القدير نور الشريف الشعب اللبناني بعدم الالتحاق بالأحزاب والتيارات السياسية طالبا من السياسيين عدم المتاجرة بكلمة الديمقراطية نور الشريف أحد أبرز الوجوه الدرامية المصرية والمعروف عن حبه الشديد لبيروت ماذا يقول لللبنانيين نتيجة متابعته للأوضاع السياسية في لبنان أنا طلبت من الشعب اللبناني ينسى كل الطيرات وكل الأحزاب يمكن مؤكد قيادات الأحزاب تزعل مني أنتو عايزين إيه يعني نفسي أعرف يعني نفسي أعرف وما حدش يتاجر بكلمة الديمقراطية الديمقراطية ليه شروط رخاء اقتصادي اكتفاء ذاتي تأمين صحي تأمين اجتماعي بيحس إن ما أقول رأيي وأعتقل ما خافش على مراتي وولادي لكن إيه اللي حاصل أنا مش فاهم بجد إيه إيه الخناءة يعني ما نختار رئيس وزراء في لبنان أياً ما كان بس نعدي نعدي الوقت الرزل المحرج اللي فيه مؤامرة كبيرة قوي على العالم العربي يعني أنا حزين بجد أنا لسه راجع من بيروت شفتوني في بيروت من 4-5 تيام وقلت كلام ده أنا حزين حقيقي يعني حرام لبنان الحلم الجميل ده يعني من بقى من 75-76 إلى الآن مش عارفين نستقر وبقت صراعات بين أحزاب وطيرات يعني أنا حزين يعني أنا حزين بجد مقتل أمير تنظيم القاعدة في الرمادي عبدو عبد الرحمن البغدادي في اشتباكات الفلوجة في العراق واستمرار المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي القاعدة في مناطق عدة في محافظة الأنبار تواصلت المعارك في مدينتي الفلوجة والرمادي بين القوات الحكومية مدعومة بما يعرف بأبناء العشائر ومسلحي القاعدة فيما قال رئيس مؤتمر أبناء العراق الشيخ أحمد أبو ريشا إن أمير تنظيم القاعدة في الرمادي أبو عبد الرحمن البغدادي قتل في الاشتباكات إلى جانب 62 مسلحا ينتمون إلى داعش وأكد مقتل البغدادي أيضا مستشار وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري وأفادت قناة روسيا اليوم أنه قضي على 150 مسلحا من تنظيم داعش في عامرية الفلوجة وعلى سبعة قنصين في الحميدة في الفلوجة خلال العملية العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي في المدينة وقضي كذلك على عشرة من مسلح داعش في منطقة الملحة بالمدينة ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الجيش العراقي مدعوما باللجان الشعبية من أبناء العشائر لاقتحام حيي البفراج والخميرة شرقي الرمادي وهما يقعان على طريق تستعمله القوات الحكومية لإرسال التعزيزات إلى المدينة وقال شهود عيان أن المسلحين لا يزالون يسيطرون على موظم مناطق الفلوجة التي ينتشر على تخومها حشود عسكرية استعدادا لقتحامها بالتزاون مع قصف الجيش العراقي لأحياء في المدينة وقال شهود ومسؤولون أمنيون ومصادر عشائرية أن مئات المسلحين الإسلاميين الذين يرتدون ملابس سود ويرفعون أعلام القاعدة ويستعملون أسلحة آلية وشاحنات مزودة مدافع مضادة للطائرات تصد لرجال عشائر في شوارع مدينة الرمادي وأبلغ شيخ عشائر وكالة رويترز أن نشر رجال العشائر في مواجهة المسلحين جاء بموجب اتفاق توصل إليه الشيوخ مع حكومة بغداد في مسعى لمواجهة تنظيم القاعدة وفيما يتحد رجال العشائر والقوات الحكومية العراقية بمواجهة داعش هي المجموعات الإسلامية المتطرفة تسعى إلى تصفية بعضها البعض من الحدود السورية امتدادا إلى الداخل العراقي وتتناحر فصائلها فيما بينها فتقاتل داعش جبهة النصر وتقوم داعش بتصفية ألوية الإسلامية أخرى وكل يحاول إقامة دولته الإسلامية الخاصة أجرت إسرائيل تجربة ثانية لإطلاق الصواريخ آرو الاعتراضية المتطورة بهدف مواجهة الصواريخ الباليستية التي يمتلكها حزب الله وإيران وسوريا ومن شأن النظام الصواريخ آرو ثلاثة الذي تدعمه الولايات المتحدة نشر أقمار صناعية تتعقب الصواريخ الباليستية وتعترضها فوق الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع كاف يسمح بتدمير أي رؤوس حربية كيميائية أو بيولوجية أو نووية على نحو آمن وقال مسؤولون في وزارة الحرب الإسرائيلية أن إطلاق الصاروخ آرو ثلاثة فوق البحر المتوسط هو ثاني تجربة للنظام الصاروخي ولكنها لم تتضمن اعتراض أي أهداف وتشارك وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وشركة بوينغ الأمريكية في مشروع صواريخ آرو الذي تديره شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية هل يسجن أمن الدولة المصرية الشخصية الكارتونية أبلف أهيتا كلف نائب العام المصري المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في البلاغ عن إعلان أبلف أهيتا لشركة فودافون مصر التي بث عبر موقع يوتيوب وكانت نيابة العامة قد طلقت بلاغا يفيد أن الإعلان تضمن عبارات ورموزا بطريقة تخالف ما جرت عليه العادة في الإعلانات التجارية أبلف أهيتا شخصية كارتونية بدأت على موقع تويتر ولقيت رواجا وتفاعلا لسيم عبر تغريداتها الساخرة واستضافها فيما بعد الأعلامي المصري الساخر باسم يوسف في إحدى حلقاته معلش مين حضرتك؟ يعرض على قناة سي بي سي المتهمة أبلف أهيتا والمعارض للثورة المصرية أحمد سبايدر التي توعد بحبس الشخصية الكارتونية لأنها تهدد أمن مصر بحسب سبايدر ورح يحلل كلامها ويؤكد أنها هي الرأس المدبر لعمليات الإرهابية التي تحصل في مصر تم تناقشها يعني إسألة في اللي أنت عايزه أو شول لها على الحاجات اللي بتتهمها فيها المشكلة أن حضرتك أنا بكلم شخصية تباية مش عارف مين وراءها ده رقم واحد رقم اثنين هي غلطت وقلت أدبها بس عادي أنا خبتك كلام بريحك لأنني ما عنديش أي مشكلة لأن أنا هسجنها هسجنها أحمد سبايدر المجنون بقول أن البلطو هو الجيش طب لي يقت البلطو تبقى إيه أستاذ خيري؟ تبقى يقت بلطو بالنسبة لأنا أنت سبايدر ما عرفش أنت ممكن تخلي يقت البلطو إيه؟ يقت البلطو زي يقت الأميس زي يقت الجاكت عرفت المول منين؟ عرفت المول اللي بالمواصفات دي وريكس بوليس هي أصدها ريكس بوليس هي اللي هيسمعها للوهنة وعايز تفهم شفارات الناس دي ما يرموكش للمعنى اللي هم بيكتبوه إذن مصر أمام استحقاق جديد السجن لشخصية كرتونية كان في النشرة قتيبة الصاطم انتحاري الحارة بشهادة ثبوتية مناصر الثورة السورية عشائر وادي خالد يحملون حزب الله المسؤولية كيف لفتك قتيبة أن يتحرك بحريةه بالسيارة مفخخة تأخذ مربع أمني لحزب الله مجهولة منه تماما شاهدوا ما قبل التفجير سألوني عن مركز المكتب السياسي للحزب يعني ما درسوا قال لي عم عم بشكل متلبك يعني وقال لي المكتب السياسي وين مجد السياسي لحزب الله مكتب السياسي مجد السلم تشيع الملاك وخالتها وأصدقاء خضراء ودعوه بالورد موسيقى تأكيد هوية الماجد ووضعه الصحي لا يسمح بالتحقيق موسيقى مقتل أمير داعش في الرمادي موسيقى وكان في النشر نور الشريف لللبنانيين موسيقى طلبت من الشعب اللبناني ينسى كل الطائرات وكل الأحزاب موسيقى شكرا لحسن المتابعة الموعد الإخباري المقبل يأتيكم عند الحادية عشرة ونصف من هذه الليلة فإلى اللقاء موسيقى